ما ينفعش نعمل محضر اختفاء قبل مرور 24 ساعة لان زي ما انتم عارفين الاطفال ساعد بيبايدوا عن البيت ويرجعوا تاني بقول سيادتك زهرة كانت معنا وقدام عينينا وفجأة اختفت لا 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 ما تقلقوش هترجع ان شاء الله هي ما تهدش احتمال كبير تكون تخطفت انت بنفسك بتقول احتمال اصدها اكيد تخطفت لان ما فيش مكان تروح فيه زي ما حضرتك شايف الجابل الناحية دي والغابة الناحية التانية والمكان كله مكشوف سادقوني مش متأخر عنكم ده القانون اموما رقمي خليه مهاكم لو عد 24 ساعة وما رجعتش زهرة ابو كلموني ماليش مضطر امشي لانه فيه اتنين مزارعين طلبوني بعد سرجة عربية متحمل اجسي من مزارعاتهم شكرا يا حضرت الزبط ازاي اختي تتخطفوا هي معايا هلأ ايها يا نور ما تخافش عاوزين نفكر من جديد ونحط نفسنا مكان اللي خطفوها انا لو مكانهم هستخبى في الجبل او لحظة واحدة هو ازاي اول ما وصلنا الغابة كنا شايفين اتنين صيادين بالبحث الحراري ولما الطيارة نزلت على الارض ملقنش لهم اثر لانهم هربوا بسرعة ازاي والمكان مكشوف يا رامي ايوة يا نور خدنا على اخر مكان ظهر فيه لاتنين الصيادين المكان متسجل على الكمبيوتر الطيارة يلا بينا مش هتقول انت جبتنا هنا ليه يا نور ده المكان اللي اختفى فيه اللي اتنين صيادين مش فاهم لو عرفنا هربوا ازاي قدام عينينا هنعرف خطفو زهره ازاي حاسس اننا بنضيع وقت الارض مجوفة المسح بالاشعة السينية ممكن يبين بعض التفاصيل فعلا فيه نفق تحت الارض فين مدخل النفق عشرة متر الناحية دي النفق سيبونا اشوف اخره فيه الطاقة السلبية بتزيد ده معناقي الصيادين سرقوا حيوانات كتيرة هم نفس الناس اللي خطفوا زهره واكيد عملوا كده عشان يشتتونا بعيد عنهم انا واثق ان المكان اللي زهره فيه هنلاقي فيه كل الحيوانات المسروقة ده سبب جديد يخلينا ندور بكل طاقتنا النفق اخره اتنين كيلو الناحية دي دي نفس المسافة اللي بيننا وبين الجبل انا ورامي حنلف حوالين الجبل بالطيارة وانت يا فرحة بتعرفي تتكلمي مع الحيوانات والطيور حاولي تسألي الحيوانات لو شافوا الصيادين اكيد عندهم معلومات مفيدة علم وينفذ في نظرية توصلت لها الصيادين عارفين مداخل سرية للجبل اللي خليك تفكر في كده اولا مفيش مكان غير الجبل ينفع يستخبى فيه نشاط ضخم زي سرقة الحيوانات وتجمعها قبل تهربها وسرقة العاج منها وسانيا ظهرت خطفت هناك واختفت في ثانية واحدة وكانت فرحة هتاخد بالها لو اللي خطفوها هربوا بيها بر الجبل الحل الوحيد انهم يكونوا دخلوا الجبل نظرية مش بطالة ألو مركز القيادة معكم الضابط فرحة من وسط غابة السافنة خير يا فرحة هرفتي اي معلومات جديدة سألت زرافة عن الصيادين قلت لي انها بتشوفهم دايما في الجهة الغربية من الجبل وبعدها سألت نصر قال لي كلام غريب عن بركان وطائر حديدي يظهر النصر عجوز ومش ههم بيقول ايه عموما هكمل تحرياتي وبلغكم الجديد بركان وطائر حديد مفيش براكين في نطاق خمس تلاف كيلو من مكانه ادخل على قاعدة بيانات السفينة وشوف لنا فين اقرب فوهة بركانية قديمة تقصد بركان خمد ايوة ملهاش تفسير تاني الفوهات الخمدة ساعات بتسيب مداخل وسرديب جوه الجبال ووارد جدا تكون عصابة الصيادين استخدمت السرديب دي في نشاطاتها عشان تكون بعيد عن قنين رجال الشرطة الفكرة دي بيأكدها موضوع الانفاء اللي عاملينها في الغابة واضح ان عندهم الامكانيات يحفروا شبكة كبيرة من الطرق تحت الارض ها لقيت فوهة بركان طبعا زي ما توقعت بالزبط البركان الخامد على بعد امتين متر بس في الجبل ده بينا على هنا البحث بالاشعة السينية مبين حاجة؟ صخور الجبل صعب اخترقها زي ما انت عارف فرحة انت فين؟ على بعد عشرة كيلو طب تعالي بسرعة حتلاقينا هنا على اعلى نقطة في الجبل على جناح السرعة يا قائد المشكلة ان الجبل صخري ومش هنلاقي قصار اقدام انا رأيي نستخبى ونرأي بالمكان ولما نشوف حد من الصيادين داخل ندخل قراءة مفيش وقت نضيعه واو هو ده المدخل؟ مش قادرين نحدد بداية الانفاق فين بالزبط احنا بنتعامل مع الناس اسكية في مثل عندكم بيقول ميا من تحت تبن ميا بالزبط دي الطريقة اللي نقدر نعرف بيها المدخل بتفكر في ايه؟ فوهة البركان فيها مدخل سري المدخل نقدر نكشفه لو ملينا المكان بالميا عبقاري المكان اللي الميا هتتسرب منه جوه الجبل هيكونه هو مدخل السرديب في بحيرة على بعد ثلاثة كيلو من النحيا دي ممكن نجيب منها الميا وانا عندي على الطيارة نظام اطفاق كنت بستخدمه في حراق الغبات ممكن ننقل بيه كمية كبيرة من الميا بينا ننفذ الخطة انا فان وإن اللي جابني هنا انت بيديا فاتنا شطرة ايه ده؟ هو انا مخطوفة؟ ها هاه لحد ما نخلص اكبر عملية التهريب حيوانات في التاريخ القبل ده مليان من كل الحيوانات والتيور الندرة كله هيت باع والأفئال هنقضي عليها ونأخذ العاج بتاعها ونبيع بفلوس كتير ها 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 وانا ايه دخلي في ده كله ها طبيعي هتكوني ورقة التخط لو أصحابك فكروا انهم يدخلوا في شغلينا ها 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 ألو ألو نور رامي فرحة حد سمعني ألو محدش سمعني للأسف مفيش تخطية جوا الجبل ألا فاكراك شفتك في الغابة قبل كده شكلهم مسكوك تاني بعد ما مشينا وسبناك متخافش يا فلفول أصحابي جايين وهينقذونا أنا متأكدة من ده الميا اللي فضناها من فوات البركان كلها تصربت من الفتحة دي باب سري جاهزين جاهزين يا تارا نور وأصدقائه هيتصرفوا ازاي الجبل كبير جدا وممكن نفضل ماشيين شهر ده اللي حنعرفه في الحلقة الجاية